الحج أبي هل تسمح لي بالجلوس معك قليلا؟ بالطبع تفضل فأنا أشاهد صورنا في الحج العام الماضي ياه لقد كانت رحلة رائعة أجل يا بني كم أشتاق لحج بيت الله الحرام مرة أخرى إذن فلنذهب للحج يا أبي ولكن الحج لا يتم في أي وقت نعم يا أبي أعلم ذلك أقصد نذهب للحج في موعده فأنا أعلم أن الحج هو قصد مكة المكرمة في وقت معين لأداء مناسك مخصوصة هذا صحيح فقد قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهو يختلف عن العمرة والتي تعني زيارة البيت الحرام في أي وقت لأداء مناسك مخصوصة أحسنت ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال أعرف أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة نعم كما أن فضلهما عظيم حيث قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولكنك يا أبي كنت أحياناً لا تريدني أن أذهب معك إلى العمرة أو الحج لأن للحج والعمرة شروطاً فمن شروط وجوب الحج والعمرة الإسلام العقل البلوغ الاستطاعة وهي تتضمن أولاً القدرة على الذهاب إلى مكة ثانياً القدرة على أداء المناسك وجود محرم للمرأة كالزوج والابن والأخ من الرضاع حدثني جدي بقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك أحسنت يا بني أتذكر عندما ذهبنا إلى الحج وكنت صغيراً وأحتفظ بهذه الصور ولكن يا أبي هل تصح حجتي وأنا صغير؟ بالتأكيد فإذا أحرم الصغير المميز وهو من له سبع سنوات أو أحرم الأب والأم له صح منه الحج والعمرة إذن تسقط عني حجة الفريضة عند البلوغ لا فالحج والعمرة في الصغر لا يجزئان عن الواجب بعد البلوغ والدليل على حج الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليهم رأة صبياً فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر جزيت خيراً يا أبي والآن اسمح لي بأن أشاهد معك الصور بالطبع ولكن عليك بتلخيص ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم تعريف الحج والعمرة الحج هو قصد مكة المكرمة في وقت معين لأداء مناسك مخصوصة العمرة هي زيارة البيت الحرام في أي وقت لأداء مناسك مخصوصة حكم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة فضل الحج والعمرة قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة شروط وجوب الحج والعمرة الإسلام العقل البلوغ الاستطاعة وجود محرم للمرأة حج الصغير يصح منه الحج والعمرة ولا يجزئه عن الواجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر